حشود الثلاثاء السابع والعشرين كانت أكبر لقد نجحت طلبة في كسب رهان استمرارية المظاهرات رغم العطلة وحرارة الصيف المطالب واحدة رحيل جميع رموز النظام السابق وتوفير أجواء مناسبة للحوار الوطني أسبوع سبع وعشرين اليوم اللي سيجدوا نخرجون بشي يرفضوا هذه العصابة ويرفضوا هذه الحوار حنا مع الحوار كمبدأ ولكننا ليس مع هذه اللجنة هذه الحوار هذا الحوار هو يشمل ونموز النظام الفاسد نحن ما نش موافقين على هذا الحوار وهذا الحوار ما يمثل لاش ورانا ضده ما نش ضد فكرة الحوار لكن ضد هذو ما يرام يمثلونا في الحوار وإن شاء الله نحن نلقاه ونحن نديره آليات وطرق جديدة باش نديروا الحوار الشفاف لهو اللي رح يخرجونا من الأزمة اللي سياسية اللي رح نفع سنفونية الطلبة أضحت معروفة المقاطع فتارت شعارات مناهضة للحكومة وتارت أخرى ضد أحزاب موالاة عهد بوتفليقة فعاردي لعفلان هذه بلادية طغيان أما هيئة الحوار فيريدونها بوجوه جديدة نطالب بحوار مع كفاءات وطنية كفاءات فعلا وطنية كفاءات لقدر تزيد الإضافة الإضافة يعني في القطاع تحا نطالب بحوار وهذا هو ما طلبنا فيما يعبر الطلبة عن رفضهم للحوار في الظروف الحالية تواصل هيئة الوسطة والحوار عقد لقاءاتها التشابورية وهذه المرة مع حزب الفجر الجديد الفجر الجديد هو سادس حزب يلتقي بهيئة الوسطة والحوار لقاءات تحاول من خلالها الهيئة تحييد أحزاب معارضة ونيل دعم أخرى لإضفاء المصداقية السياسية على أشغالها والخروج بورقة طريق تجمع كل الأطياف السياسية في البلاد حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر